تشكل كايلهون شرق سيراليون مركز الوباء في هذه المنطقة قررت حكومات سيراليون وليبيريا وغينيا تطبيق حجر صحي بداية أغسطس فعززت الخدمات الصحية وتم الحد من تنقل السكان وكانت سيراليون الأكثر تضررا مع وجود 450 حالة إبولا مؤكدة بداية أغسطس في كايلهون تدير منظمة أطباء بلا حدود مركزا علاجيا يدوم 64 سريرا على الرغم من غياب علاج للفيروس استطاع الأطباء معالجة العوارض الإسهال والتقيق والحرارة المرتفعة كما يعمل طبيب نفسي مع المرضى وعائلاتهم بالإضافة إلى ذلك يقوم 200 عام الاجتماعي بتوعية السكان بشأن المرض والتدبير الواجب اتخاذها الوقت يداهمنا يزداد عدد الأشخاص المصابين ويمكن لفرد واحد أن ينقل العدوى إلى عدد كبير من الأشخاص سينتشر المرض بشكل أكبر وستصعب السيطرة عليه زادت المنظمة من عدد تقيمها ومن قدرتها اللوجستية في غينيا وسيرليون غير أن مواردها محدودة في حين يستمر المرض في التفاشي وفي بداية أغسطس أعلنت البلدان المعنية ومنظمة الصحة العالمية عن مجموعة من التدبير لاحتواء الوباء التي يجب تطبيقها فورا اشتركوا في القناة